السلام عليكم يا أحلام تابعين من ابدأ كلامنا بالصلاة على النبي عليها أفضل الصلاة وقتم التسليم وما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا أشعار بكل جديد بنعمله بتبدأ حداث المسلسل مع ووشي اللي لها صورة فيها فريق البحث عن الأصار بتاع عمه سان وكمان لها جملة مكتوب فيها سان يحاول قتلي عشان كده كان قاعد جنب عمه في المستشفى مستنيفه علشان يسأله على الكلام اللي مكتوب وبيغفل ووشي شوية ولما بيصحى من النوم بيلاقي ان عمه سان بيحاول الهروب ولما بيصحى عمه بيحاول ووشي ان يسأله عند اللحظة لكن بيتظاهر عمه سان في الوقت ده انه حزين على الفريق اللي مات وبيدور على الأصار وما بيديش ووشي أي معلومات بيلاقي ووشي ان صاحبه جنج اللي سافر بقاله فترة محدش عارف عنه حاجة بعت له شريط فيديو بيقول له يشوفه وبيدور ووشي هو وعمه على فيديو علشان يتفرجوا على الشريط بيلاقي ان الشريط فاضي وبعد كده بتظهر بنت في الفيديو وهي بتسرح شعرها واللي اسمها هولينج ودي كانت أحد أعضاء فريق البحث عن الأصار بيلاقي ان شكلها متغير خالص وده رغم ان عد أكتر من خمسين سنة بيستغربوا كلهم ما بيبوش عارفين ليه جنج صعبهم بعت لهم الفيديو ده عمه بينصحه مايمشيش وورا جنج صاحبه بيطنش الفيديو علشان ما يقعش في متاعك جديدة زي كل مرة بيخاطر فيها بياخد منه عمه شريط الفيديو وبيقول له انه هو الله يحتفظ به وبيله بعد كده ووشي ان فيه واحدة اسمها نينج بتتصل به وبتقول له انها هي كمان معها فيديو محتاجة تورهوله وبيروح فاتي مع ووشي علشان يقابله نينج وبالله ان ووشي يضحك على عمه واخد الشرايط معاه وانه مش هيوقف تدوير في موضوع الفيديو ده ولما بتوصل نينج بتوريهم شرائط فيديو ما بقوتالها ومكتوب عليها انها ما بقوتها من ووشي يقول لها ووشي انها مش بتاعته ومش هو اللي بعيتها وتقول له نينج انها عارفة ان مش هو اللي بعيتها لكن اللي بعيتها كتب عليها اسمه علشان يتأكد ان نينج هتفتحها وتشوفها ولما بيفتحوا الفيديو بيلاقوا فيه ووشي متصور وشعره طويل وبيستغرب ووشي لانه عمره مراحل مكان ده ولا قاعد ولا تصور وبيبقى يتجنن وبيوصل جنج للمدينة وبعدها فاتي بيقول له ووشي انه مسافر وبيستغرب ووشي وبيقول انه مستحيل يسافر ويسيبه لوحده وما لسه ما اكتشفوش ايه سر الشرائط دي لكن فاتي بيقول له انها اكيد خضعة وموضوع ما تضبر وانه ما يتعبش نفسه كتير لكن ووشي كمصمم يعرف ايه السر ورا الفيديوهات دي فضل يدور وفكر انه يمكن يكون فيه حاجة محطوطة جوه شرائط الفيديو ولما فتح الشرائط لقى فيها من جوا عنوان مكتوب مفتاح الانوان ده فيه المكان اللي الفيديوهات متصورة فيه وبيقرر ووشي انه يسافر للمكان ده علشان يعرف حقيقة اللي حصل وما بيوصل ووشي للمكان ده بيلاقيه مضل ومتقرب وقديم وبيخاف ووشي فبيطلع الكاميرا بتاعته وبيحاول يسجل فيديو علشان يوضح اللي حصل اللي يلاقي الكاميرا دي في حالة موته ولما بيطلع الكاميرا بيلاقي الكاميرا محددة وجه شخص وراه فبيبص وراه ما بيلاقيش حد بيكمل ووشي تدوير والكشاب بيوع منه وبيوطي علشان يجيبه بيكون فيه تحت السرير قيد هتسحبه لحد ما بيوصل ووشي الوضع مقفولة بمفتاح ولما بيجرب يفتحها بالمفتاح اللي كان في الشرايط بتتفتح الوضع وبيدخل ووشي وبيلاقي المكتب اللي كانت متصوار عليه وهي بتسرح شعرها وبيدور كويس ووشي وبيلاقي أكتر من درج مقفولين بإفل لما بيحاول ووشي انه يكسر الإفل بيتفتح مع الدرج بيلهجه هو دفتر ملحظات مكتوب فيه ان الشرايط اللي بعتت لووشي بعتت لتنين كمان غيره وبيستغرب ووشي لأنها ما بعتتش غير لتنين بس وبيسأل مين الشخص التالت وكمان انه طالما الشرايط وصلت له اللي كتب الدفاتر دي أكيد زمانه مات أو سعب البلد ومشي وبيدور كل ملحظات البحث بتاعته في الدفاتر دي ويعرف ان جدته تشين وصلت لمكان خطير جدا اسمه البوابة البرونزية وبنشوف واحد من عائلة الجدة تشين اسمه شو ويكلم العم سان وبيحذر انه يكون ورد حد جديد من الشباب الصغير في عمليات البحث بتاعته وبنشوف هم كمان بيتكلموا عن حاجة اسمها الحريري الأصفر وبيقول لهم سان انه قفنا عمره كله في البحث عن الحاجات اللي زي دي وفي الآخر اكتشف انه كل ده ملوش لازمة ومش هيقوده لحاجة ونصح انه ميدورش وبعد كده بنشوف ووشي هو بيقرى باقي الملحظات وبيعرف ان جدته وسطت لمكان اسمه الأصر السماوي واللي موجود في مدينة اسمها توماتو ولان باقي الملحظات مش متسجلة لما بيوصل للفقرة دي وبعدها بيسمع ووشي صوت غريب جاي من وراء ولما ببصوا وراء بلال بنت اللي اسمها هولينج اللي كانت طالعها في الفيديو بتسرع شعرها بس بتكون هيئتها بشكلها كلهم ضغيرين تماما وبتحول لكائن مرعب جدا وبتطارد ووشي قبل ما يظهر فجأة جانج صاحب ووشي وجينقذه منها بيضربها وبيحبسها جوة أوضة ويطلع واحد اسمه يانو اللي كان بيستخبيلهم جوة تابوت ويغرب كلهم من المكان بسرعة قبل ما تقدر تفتح باب الأوضة وتضربهم وبيطلعوا بسرعة وبيركبوا عربية ساعتها بيلاقي ان نينجي كمان كانت وصلت في المكان ده وكل واحد عارف سر عن المكان ده بيخبيه عن التاني وبيرضاش يقول له ولو بيرجعوا بيسألوا ووشي جانج هو بيعمل ايه هنا وازاي يطلع من البوابة البرونزية جانج مش بيرد عليه لأنه طبعه هذا ومش بيتكلم كتير وبيعرف من نينجي انه مستشار للرحلة بتاعتهم هو ويان وان عمه قدهم فلوس علشان يعملوا الرحلة دي وبيروحوا بعد كده على الجدة دولمة واللي كان الجزء من فريق تشين واللي معها الخريطة بتاعة المكان اللي فيه الأسر السماوي بتقول دولمة لووشي ان الجدة تشين مستنيها يوصل للأسر السماوي خلال عشر تيان وانهم لو تقرع عن كده هي هتدخل للأسر لوحدها ولما بيسألها ووشي هي ليه عاوزا يروح هناك بتقوله لا ما تعرفش اكتر من اللي قالته وانها قالت لها تبلغوا بكده بينها وبينه ولما بتفتحها الجدة دولمة السندوق علشان تديهم الخريطة بيلاي ان الخريطة مرسومة على طبق من خزق وان الخريطة نايصة حتها وبيروح يانا علشان يجيبها لكن بيلاقي حد اسمه شان بيسرقها منه وبيدخلوا في مشكلة مع بعض الحد ما بيوصلوا للتفاوض بيقرروا انهم هيسفروا للمكان ده سواء وبيحاول ووشي من تاني يعرف من جانج هو شاف ايه لما وصل للبوابة البرونزية لكنه برضو ما بيقولش حاجة وبيفضل ساكر وده بيدايق ووشي وبيقول له ان حاجة تدايق لما تكون مش عارف حاجة وجانج بيقول له ان اكتر واحد عارف ان دي حاجة تدايق ونعرف ان جانج فقط جزء من ذاكرته ان ده لسه ما اثر عليه لحد دلوقتي يان بياخد شان وبيتفرق شان عن صاحبته وبينتفقوا ان كل واحد ايدور لوحده وبعد كده بياخدوا العربية وبيسفروا سوا كلهم لمدينة توماتو بيقول لهم نينج قبل ما يسفروا انهم ما يتابعوا تعليماتها وانها هتكون القائم بتاعتهم هناك ومفتريهم للمدينة بيتعرضوا لعصفة راملية قوية بتخليهم يوقف رحلتهم وبينزلوا من العربية وبيضيع الكتاب من ووشي وبينزل علشان يدور عليه وفترق ووشي وشان عن باقي الفرقة ويحاول باقي الفريق انهم يدوروا عليهم لكن بيقراروا سيبولهم علامات معينة يلاقوهم من خلالها في الوقت ده ووشي وشان لقيوا نفسهم على رمال متحركة وبينهاروا من كتر التعب وبيغم عليهم ويحاول جانج ان يدور عليهم ويلاقيهم جانج بلاقي شان ووشي وبيخدهم وبنقلهم على الخيمة هناك بالله تاشي حفيد الجدة اللي قال لهم على الخريطة بيتخانق مع واحد تاني علشان فاكر ان الجدة ضحكت علي علشان تموتهم قصة بعدما العاصفة الرملية الشديدة اللي كانت هتموتهم وبيسألوا هي ليه ما كتبتش طريق مختصر عرضناش للخطر بيقولوا تاشي ان الطريق ده ما كانش صحرا وكان بيجري في الانهار وان الطريق شكله دغير عن الاول وان ما كانش بيحصل فيها عاصف رملية زمان واندلول العاصفة الرملية كان زمانهم مسلم بدري بعدها بيتكلموا عن مدينة اسمها مدينة الشيطان اللي لازم يعدوا فيها قبل ما نوصلوا للأسر السماوي وبيسألوا شيء ليه تسمت باسم مدينة الشيطان بتقش بيقولوا ان اهلها زمان كان مغنية جدا وتم اختبارهم بواحد بتصور ياطفوا عليه علشان يختبرهم لكنهم اسألوا معملته وضربوه ومحدش عطف عليه من ساعتها بقوا وضعوهم سيئ جدا وبيقولوا برضو ان المدينة كلها ولايب بالناس اللي فيها وننج بتقول لهم يعملوا الخيام على بالما تروح هي على اي عربية علشان تبعث رسال باللاسرك للقائب بتاعهم علشان ينقذهم وبيطلب منها ووشي ان يروح معاها وفعلا بيروح معاها وبيقول لها انها تغيرك كتير عن زمان وانها زمان ما كانتش بتفكر في مصطحة حده وكان همها على نفسه بس ودلوقتي بقى اتخاف على الفريق اللي معاها ولما بيوصلوا لأول العربية تقابلهم بيبعثوا رسال باللاسرك اسم حدش بيرد عليهم فبتخد نجل عربيات وبيقرروا انها تقسم الفريق وانا نص هيقعد ونص التاني هيروح معاها لجزيرة الشيطان وبيكون تاشي خايف من انه يروح بسبب اصوات الرياح اللي فيها اللي بتعمل صوت شبه صوت البني ادمين لكن كلهم بيطمنوا بيقولولوا ان دي اصوات من الرياح عادي وانه ميخافش منها واسناء مهم ما بيحفروا علشان يعملوا الخيام بيلاو جسد واحد وبيطلع لسه عايش وبيقولولوا ايه اللي حصل لك بيعرفوا من ان العاصفة الرملية هي اللي عملت فيه كده وانه كان معاها ناس تانيين بس يمشوا لمدينة الشيطان ومرجعوش تاني من ساعتها ولما بيعربوا على مدينة الشيطان تاشي بيحاول يهرب منهم وبيكون عاوز يرجع من كتر خوفه لكن لما بقى الناس بتطمنوا بيقرر يكمل بس بيشترت عليهم ان بعد كل حبة هيمشوهم هيسيب مكانوا اكوام حجارة علشان لو تهوا او حصل لهم حاجة يجي حد يدور عليهم ويعرفوا من خلال الاشارات اللي سيبحالهم ولما بيدخولوا مدينة الشيطان بيلاوا ان الاسلك بتاعهم لا يتقشارة من البيعسة اللي كانت قبلهم وبيحاولوا يحددوا مكانهم فين بيكملوا في طرقهم وبيلاوا سفينة وبيفكر تاشي ان السفينة دي ملعونة وبيقول لهم وبيقول لهم ان حسب الاسطورة ان اللي بيقرب منها بيروحهم وبيرجعش تاني وبرفض ان يكمل معاهم فبتقول له نينج انه يفضل مكانه بس ويستنهم لحد ما يرجعوا وبيرجعوا علشان يشوفوا السفينة دي مكان البيعسة العديمة فيها في الوقت ده كان فاتي وبان بيدوروا على جانج علشان يقولوا له النساء نعاوزهم يشتغل معهم ومشتغلش مع فريق نينج وبتضايق فاتي لانه بيعرف انه ووشي هناك وانه هيزعل منه ما يارف انه اشتغل مع عمه من غير ما يقوله وبان بيقوله انه مش هيتضايق قوي لما يارف انه شغالين علشان الفلوس بعدها بيكملوشي طريقه مع نينج وبيلاقوا جسس ناس جوه بحاول ينقذوهم لكن واحد صاحبه من الباسة بتاعتهم رجليه بتتزحلق تحت تابوت بيحاولوا يرفعوا التابوت ده علشان يطلعوه ما بيقدروش بيقررنه ما يشيلوا الغطى بتاع التابوت الاول وبعد كده هيتطلعوه ولما بيشيل الغطى وبيطلعوا صاحبهم بيكتشفوا انه تابوت لحد من العيلة الملكة لكن بيلاحظوا ان الهدوم اللي لابسها هدوم رضيئة وبيستغربوا جدا في الوقت ده شان طلب من يان ان يشوف سان ولا ما بيخدوه يان علشان يودي بيتوه في الصحراء وبيبو جعنين في الوقت ده بيوصل بان وفاتي وبيروحوا يسرعوا عربية علشان يكملوا طريقهم ويوصلوا لووشي بيقدروا طريقهم مجموع من الناس ومش بيرضي يعدوهم علشان هم الناس اللي اتسرعت عربياتهم لكن بان بيدربهم كلهم وبياخدوا العربية واصحابه وبيمشوه بتخلص المياه اللي مع شان ويان وبيبدا يسألوا نفسهم ليه ما ساب لهم شيء سان اي دليل يوصلوا منه في الوقت ده بيكتشفوه شيء ان التابوت كان تابوت لمالكة فعلا وانها ماتت بسبب حبوب كانوا بيقولوا عليها انها بتطولوا العمر ببطلق ما فيش حاجة اسمها كده وبيدور يان وشان على اي حاجة يكلوها او يشربوها ويان بيقول لشان انهم ممكن ياكلوا زرعة معينة محطوطة في الارض وبيروح شاهد علشان يخلع زرعة كبيرة من الارض لكن بتطلع الارض تحتها هشة وبيعوف نفق تحت الارض بعد كده بروح لفاتي اللي بنزل العربية خلص منهم هم واصحابه وهم في الطريق بيضطروا يكملوا طريقهم ماشي وبيلاقي الاحجار اللي كان سايبها تاشي كدليل للناس اللي هتجين بعدهم علشان يلاقوهم اما ووشي ونينجي بيكونوا لسه في الكهف اللي هم فيه وباسموها صوت مخلوقات غريبة جوا الكهف ده وده بيخليهم يخافوا جدا وبيحاولوا يهربوا وبتحدف نينجي الحبال لفوق علشان تتسلقها وتطلع لكنها بتوع على ظهرها ومع لكده بتقدر نينجي انها تعمل فتحة في الحيطة ومن خلالها بيقدروا يطلعوا كلهم في الطريق فاتي بيلاقي انهم مش قادرين يوصلوا لووشي وبيتخانق مع بعنا علشان بيتريع على جانج وبيزعن منهم فاتي وبيحس انهم مش بيحبوهم وبيقرر يكمل الطريق لوحده لكنهم بيمشوا وراه ويقنعون انهم يكمله مع بعض بقرريان وشان انهم هيمشوا في النفق اللي هو وفيه ده وده لانهم مش هيقدروا يطلعوا الفوق للحتة اللي هو وعوا منها ولما بدخلوا النفق بيلاقي ان النفق قديم وانه فيه سوائل بتوع عليهم وبيعانوا جوه لكن بيقرروا يكملوا الطريق مع بعض ثلاث ده فاتي واصحابه كانوا زهقوا من كتر التدوير على ووشي خاصة انهم مش عارفين يمشوا الطريق الصح لكنهم بيكتشفوا سره صغير بيخليهم يعرفوا يمشوا منين وبيكملوا طريقهم ولما بيطلع ووشي ونينج من الكهف وبينقذوا حياة ناس من الباس اللي قبلهم بيقولوا لتاشي انه يطلع يجيب بايا الناس وبيكون تاشي خايف في الاول لكن بعد كده بيروح وبيعرفوا ان جانج مشي مع فاتي وان شانويان كمان مش موجودين بعد كده بيلاقي اواني معمولة من الفخار وجواها جماج الناس ولما بيروحتاش يستكشفها بيلاقي جواها حشرات الجيفة السم بتطلع الحشرات دي وبتنتشر في المكان كله وبتطروا ووشي ونينج انهم يهربوا ويسيبوا بايا الفريق وبتكون في حشرة منهم موجودة على كتف نينج بيعرفوا وشي بزكاية انه يتخلص منها وبيكملوا هروب وجري لكن حشرات الجيفة بتكون متعطشة للدم قوي فمش بتسيبهم يمشوا وبتفضل تطريدهم لحد ما بيلاقي مكان فيه احجار لما بيشلوها بيلاقي فتحة قدروا يستخبوا فيها وبتعاور نينج نفسها وبتحط شوية الدم على الجاكب بتاعها وبتحدفوا بعيد علشان تتليه فيه حشرات الجيفة ويقدروا يهربوا منها في الوقت ده شان ويان كانوا قدروا يوصلوا للمكان وحفروا ويقدروا يطلعوا ويقفروا الاتنين وبيلاقيوا طبقة جديدة في النفق اللي هم فيه وبيلاقي عناكب وقفاعي متحنطة بقالها سنين بعد ثلاثة ايام من المشي بيكون ووشي ونينج تاب ومحتاجين ميا واكل بيقول لها ووشي انه هيحفر في الارض علشان يلاقي اكل وبتحذروا انه التربة هشة وان لو جرب يحفر ممكن يقعوا كلهم في الوقت ده كان فاتي وبان وجانج قربوا يوصلوا وجانج كان الان على ووشي جدا في الوقت ده ووشي ونينج كانوا قربوا يغمع لهم من التعب وملاقيوش حل غير انهم يفضلوا عادين مكانهم لان اي حركة يعملوها هتكلفهم مجود وده هيصرع مموتهم وبيناموا شوية ولما بيصحوا نينج بتحاول تقتلوه شي علشان تاكل لحمه لكن قلبها بيضعف ومش بتقدر ووشي بيقول لها انها تغارق كتير عن زمان وان لو كانت زي زمان كان زمانها اقتلته فعلا وما ترددتش وبتسيب عمولات معدنية معها كدليل لحد علشان يجي انقذهم وبعدها اخر امل لهم في الحياة قبل ما يغمع على الاتنين في الوقت هنا كان شان ويان كانوا لسه جوا النفق وبيحاولوا يطلعوا منه لكن مش عارفين بيلاو حتة معينة لو فجروها يبقى عندهم امل يطلعوا من المكان ولما بيفجروا الناس بتكون هتولع في يان قبل ما يطلع لكن بينقذوا في اخر وقت شان وبينجح فاتي وجانج وبان انهم يلاوا العمولات النقدية اللي سابتها نينج وبيفرح فاتي بيها وبيبسط انه كده يبقى غني قبل ما يفهم ان دي اشارة من نينج علشان يقدروا يوصلوا لها وبيتتبعوا العمولات دي وبينجحوا انهم يلاقوا ووشي وبيتدايق ووشي لما بيعرف ان فاتي ضحك عليه لكن فاتي بيقولوا انه خب عليها علشان كان خايف انه يزعل وبتفه كلهم يشتغلوا مع بعض وانهم خب سرع عن التاني يقولوا بيشاركوا بعض كلهم كل الاسرار اللي يعرفوها عن الاسر السماوي وعن طريقة الوصول له بتقول لهم نينج انهم يحتاجين يلاول جدة دلمة علشان هي اللي تقدر تدلهم على الطريق وانهم هيحاولوا يدوروا عليها ويوصلوا لها لكن بعدها فاتي بشرح لهم نظرية معينة بتعيد حساباتهم كلها ويقول لهم ان فيه اكتر من مدينة الشيطان وان الجدة مش هتكون مفيدة لهم دلوقتي وان هي نفسها ما تعرفش الطريق منين وبنصحهم يكملوا في طريقهم لوحدهم من غير ما اعتمدوا على حد واثناء ما هم ماشيين فاتي بيلايه صخور عليها رسومات معينة وبيكون فاكر انها هتفيدوا لكن بيكتشف فاتي ان على الصخرة دي مش رسومات وانها جماجم في الوقت دا كان شان ويان نجحوا انهم بيطلعوا برا النفق بس كان اغم عليهم ولما بيفوق شان بيحاول صحيان ويطلع كمان صحي ويضحك عليه بيحاول انهم يرجعوا للبيت لكن شان بيقول ليان انهم ما ينفعش يرجعوا من غير ما يكون عندهم معلومات من غير ما يكملوا رحلتهم وانهم لازم يكملوا اللي بدقوه ويقرر انهم هيكملوا طرقهم علشان يوصلوا للأسر السماوي بيقول لهم بان ان دي مقبرة جماعية لوجوه بشرية لكن فاتي بيقول لهم انها مش شكل وشوش بني أدمين لان حجمها كان أصغر بكتير من انه يبقى حجم جنجمة بتقول لهم نينج ان غالبا دي عظام مش سمكة وان المكان اللي هم وافين فيه كان اخذوه زمان وجفت الميا منه ووصلوا للمكان اللي كان في النهر ويقترح بان انهم يتفرعوا علشان يستكشفوا المكان لكن بيعترض عليه ووشي ويقولوا انه ما فيش داعي يعملوا كده في الوقت دا كان شان ويان وصلوا لجبل تشانجاي بيقرر انهم يدخلوا ويدوروا جوه الجبل يمكن يوصلوا لحاجة وبيرسم شان في كراسة صور للجبل علشان لو يحتاجوه لها بعد كده ولما بيحفوا ريان بيلاقي ان فيه مدخل تحت الارض افتكر ان دا مدخل الاسر السماوي اللي بيدور عليه ويقرر يدخلوا فيه بعد كده بيوصلوشي واصحابه المكان وبيلاقي المؤدد بتاعت الفريق وعربية مقلوبة ويروحوا بسرعة بس ما بيلاهوش حد بيقرروا ياخدوا المؤنج والاكل والشرب اللي موجودين في العربية علشان يقدروا يكملوا طريقهم لكن قبل ما يكملوا طريقهم بيلاقي جنج حاجة غريبة بان شكل الجبل كان كاينه بيتحرك ويكتشف بعد كده ان حشرات الجيفة بتهجم عليهم من تاني وبطاع يجروا علشان يهربوا منها كلهم لكن لسوق حظهم بيقابلوا نهاية الطريق واللي فيه لازم ينط من ارتفاع عالي جدا واتقرر نينج انهم هنزلوا عن طريق الجبل وبيبوا خافين احسن تكون الحبال مش طويلة كفاية انها توصل لسطح المكان ده لكنهم بينزلوا من خلال الحبال ولما بيلاهو الحبال وصيارة بينزلوا من طريق جزء الشجرة اللي متحجرة لكن بيضقطها وبيوع فاتي على بيض تعبان وبيوع ووشي لكن جنج بينقزه قبل ما ينزل على الارض بتقول لهم نينج انهم متحركوش علشان فاتي ويع على بيض التعبان وبيخاف فاتي وبيجري وبيخبط فوشي من غير ما يقصد ويده بتلمسه بعدها بيضرب جنج فاتي علشان يفقد الوعي ولما بيسألوا ليه عمل كده بيقول لهم ان بيض التعبان ده مسمم وانه بيتغزى على دم الانسان وانه فاتي اتصاب بتفيل من التفائليات وبعدما بيفقد فاتي الوعي بيقوم باني ينضف له جلده من التفائليات قبل ما تنتشر في جسمه كله وبيديله دوة بيحميه من التسمم وبعدها بيفوهه بيقوم مفزوه وبتنصح نينج ووشي انه يخلع الامز بتاعه علشان هو كان ورايب من فاتي وممكن يكون العدوى اصابته هو كمان بيوصل شانويان لمكان غريب وبيلاوه باب كبير لما بيفتحوه بصعوبة بيلاوه المكان ده عامل شبه الاصر وبيستغربوا جدا وبيسألوا لو كان ده الاصر السماوي اللي بيدور عليه وجوه المكان ده بيتعرضوا للخطر اكتر من مرة بسبب ان بيكون فيه اكتر من فخ ما عمل لهم جوه الاصر ده وده اللي خلي الناس اللي جات المكان ده قبلهم تموت ومن ضمن الفخوخ دي اداة حديدية اطرافها حده ومساعدناها بيتلف في الهوى وروجات في اي حد هتجرح جلده وهينزي في الحد ما يموت ولو بيقدر ايتيه الاشاء شانويان بفضل انهم مضربين كويس قبل ما يجوا المكان ده في الوقت ده بيوصل ووشي واصحابه المكان في الغابات والمكان ده يام بيقول لهم ان مكان الرطوبة فيه عالية جدا وده بيخلي مناخ انتشار السموم والتفايليات اسرع بكتير بيقول لهم خلوا بالكو وبيبان على ووشي انه تعبان جدا وجسمه بزرق بيقول لهم انه يروح يغسل وشي لانه مش قادر من التعب ولما بيروح يغسل وشي وبيغمع عليه وبيكتشفه انه بيض التعبان اللي كان على فاتي انت قال له لما فاتي خبط فيه وكانوا انتفايليات على جسمه وكمان بسبب ان التفايليات اخدت وقت طويل من غير ما التعالج انتشرت في جسمه وكله واصعب علاجها لكن بابي لها طريقة يعالج بها ووشي وينقزه بدرجع درجة حرارته التحسن من جديد وبيفوق بعدها ووشي وينقزه حياته في الناحية التانية كان شان ويان في الاصر وبيتعرضوا التاني فخر وان فيه قوة مغناطسية بتشدهم بقوة ناحية بروز مسنم في الحيط ويكتشفوا انه ده حاصل بسبب ان الشنطة بتاعتهم فيها معادن كتيرة فلما بيرو الشنطة بيقدروا انهم يبعدوا عن الحيطان دي فلما بيجح شان ويان انهم يطلعوا من الحيطة بيكون عند شان فكرة زكية علشان يقدر يفك شنطته من الحيطة وان يستخدم النار علشان يقلل القوة المغناطسية وبالتالي يفك شنطته بنجاح ولما بيكمل ووشي وينقز حالتهم بيلاء وفاتي بيستخدم متفجراته علشان يكسر حيطة موجودة وراها دلائل جديد على المكان اللي هم رحينه وده طبعا بعد موزع شنط اللي فهل اكل وشرب عليهم لانهم كانوا تعبالين جدا ومرحقين من الطريق والتقلبات المناخية وبعد كده جنجي بيشيلوا الطراب من على حيطة معينة بيلاحظ ان علاها رسومات لخريطة بيكون مرسومة على الخريطة دي شخص واقف والشخص ده بيكون الدلالة على المكان اللي هم موقفين فيه وبيعرفوش يقرى باقي الخريطة وبيعرف انها اماكن لأثار موجودة في المكان ده وبيصلوا بعدها لاماكن التماثيل دي وبتكون التماثيل دي شكلها غريب جدا عليها لانها بتكون تماثيل فيها فتحات كتيرة وكمان الهدوء اللي في المكان بيكون غريب خاصة انهم السمعين صوت عصافير ولا حيوانات في المكان قرروا انهم يستكشفوا المكان ويلفوا فيه شوية اما شانويان بيكونوا زهقوا من كتر التدوير ويان بيقترح انهم يبطلوا تدوير ويطلعوا ولما بيحاولوا يطلعوا بيوصلوا عند باب كبير بزرائر كبيرة لما بيضغطوا عليها الباب بيتفتح لكنه بيتقفل وراهم على طول بيخليهم يعرفوا ان فيه فخ جديد هم هو فيه ومجرد ما بيدخلوا بيلاقوا ان القطع المعدنية دي بيتهجمهم من جديد وبينجحوا انهم يتفدوها لتاني مرة بيبدأ بقى الفريس تكشفوا المكان لانهم بيلحظوا ان كلهم بيجي لهم صدع شديد وضيق في التنفس وبان ونينج ما بيقدرواش يكملوا الطريق وبيعودوا يسترياحوا شوية وبينحظ جانج نقوش معمولة على التمثال لنفس الشخص اللي لا سمعوا النقوش لكن المرة دي بتكون مختلفة شوية ومختلف فيها منهم رسمين فيها شخصين من المجموعة بتاعتهم وهو عسناء الاستكشاف ده بيخلي فاتي وباي اصحابه يعرفوا ان المكان ده ليه تأثير خاص وانهم ما ينفعش يكملوا مش لان ده يخليهم يموتوا كلهم وبيكتشف بان ان الارض دي القدماء كانوا عاملينها علشان تكون قربين بشرية وانه بالخلال تصميم المكان وعوامر الضغط ودرجة الحرارة بتتئزي الحيوانات وتموت بسببها كمان الانسان بيحصلوا كده وان ده اللي خلاهم تعبنين بالشكل ده وبيقعوا واحد وراء التاني وبيلاحظ بان ان التصميم بتاع التماثيل دي بيزود العوامل اللي بتخليهم يتعبوا وده لان الفتحات اللي في التماثيل معمولة بشكله معين بيزود ضغط الهوى ودرجة الحرارة وبيقولوا بان بسرعة انهم يقفلوا الفتحات دي قبل ما يموتوا كلهم وبيكونش فيه حد غير فاتي هو اللي لسه واعف وسليم فبيروح بسرعة وبيفل الفتحات دي وبيلاحظوا انهم بجرد وبيلاحظوا انه بمجرد ما فات بيفل الفتحات دي الجو بيرجع حلوة تاني وبيقدروا استعيدوا عفيتهم بسرعة وبيعرفوا كمان ان الموجات الصوتية اللي في المكان لها تأثير عليهم على ما كان في الجيش وان الموجات الصوتية كانت بتأثر عليه هناك بشدة وان ده نفس اللي حاصل دلوقتي في الوقت ده بيتنافس شانويان على مين ليكشف خدع اكتر من التاني في الاصر اللي هم فيه وبيعتقدوا ان الاصر السماوي وبيقدر شان انه يكتشف اكتر من خدع كانت هتعرض حياتيان للخطر وبيكسب الرهان اللي بينه وبينيان بعدها بيدخولوا على قوضة مميزة في اصر الاميرة او يوله شمع واحدة بس بيتفاجوا ان باي الشمع اللي في المكان بيتنور وبينبهر بزكاءه عبقارية اللي عمل الاصر في الوقت ده بيكون ووشي وباي الفريق لسه في نفس المكان بيقولوا بان انهم بياخدوا بالهم كويس علشان المناخ اللي هم فيه ده بيحفز نموه الافاعل انه مالك جدا يتعرضوا لخطر التعبين في اي وقت بس بيكونوا تعبنين جدا وبيدوروا على مكان يخيموا فيه ويعرفوا من تقلبات الجو ان الدنيا كمان هتشتي عليهم انهم لازم يلاهوا حتة يستخبوا فيها علشان ما يتعبوش اكتر ويقدروا يكملوا رحلتهم الفائل قبل ما يحاولوا يستخبوا ولاه ومكان يخيموا فيه ويحموا نفسهم من الامطار اللي هتنزل الدنيا بتشتع عليهم وبيبدأوا كلهم يشعروا بالحكة الشديدة بلدهم مش مو مفاهمين هو ليه ده بيحصل لكن بعد كده بوشي بيلاحظ ان في حشرة لدغته ولاحظ الكل ان المكان مليان بحشرات كتيرة والحشرات دي قراصدهم كلهم مسابقة علامات على جلدهم بيفكروا في طريقة يهربوا بيها من الحشرات دي في الوقت ده شان ويان كانوا جعنين بيطلع يان اكله وبيازم علشان لكن شان ما جاكلش منه وبيعد الاتنين يتكلموا عن فرصة ترجعهم للبيت تاني سلمين من غير ما يتقزوا وبيكملوا رحلتهم وبطلعوا على سلم لكنهم بيلاحظوا ان السلم ده بينهار بضطروا انهم يطلعوا عليه باقصى سرعة عندهم قبل ما ينهار بشكل كامل بعدها بنشوف ووشي وبقى الفريق بعد ما نجحوا يهربوا من الحشرات ويلو ما كانوا فيه ويستريحوا ويستخبوا من المطر ويروح الجامجة علشان يجيب لهم عشاب طبية علشان الحشرات السمل اللدغتهم وانجا بتقول له وشي عنده لازم يغير هدومه بسرعة ويعقم جلده عن طريق انه يسخن الخنجر اللي معاه وحطه على اماكن اللدغات ولما بيوصل شان ويان وبطلعوا السلم بيكون نفسهم متقطع لانهم كانوا بيجروا بسرعة كبيرة جدا وكمان يان كان عيوع في نص الطريق وانقزوا شان وده اللي خليهم محتاجين يرتاحه اول ما وصلوا لاعلى نقطة في السلم بعد كده ايام بيشكر شان انه انقز حياته بيرجعوا يفكروا تاني في طريقة يخرجوا بيها برا الاصر ويشكوا انهم خلاص مش هيقداروا يطلعوا للأبد بعدها بيتخرر انهم ما يستريحوا لحد مهلاوا اي اشارة ويتعافوا من اللي حصل لهم ويكملوا بعدين وينام شان شوية وبييجيان علشان يستريحوا وكمان بس يبلاحظ انه قاعد على فخ وانهم مجرد ما يقوم في خدعة جديدة هتحصل في الوقت ده قرر ووشي انهم يقضي الليلة في نفس المكان لانه المكان الوحيد في الغابة اللي ما فيهوش امطار وبيستغرب بان ان فيه مكان قريب من الصحرة ومع ذلك الدنيا بتشتي فيه ويقول لووشي ان لو كان حد حكاله ده ما كانش يصدق ويقول لووشي ان المكان ده مليء بالاصرار اللي ما حدش يعرفها واللي لسه يكتشفوها بعد ما بيناموا بيصحوا بيلاوا انه جانج راح بعيد ورفت نظروا حاجة ورايح علشان يشوفها بيروح مع ووشي علشان يعرفه ووصل لايه ويقول لان جانج لها عظام افعى كبيرة ميتة ويحط دم من ايده على ووشي علشان الحشرات ما تلدغوش تاني وعلي كده بيكتشفوا ان الافعى دي اكلت بني ادم ويلاوا المعدات بتاعته موجودة في نفس المكان ولما بيكمل جانج تدوير بيلاي قلادة شبه قلادة نينج ويقول لهم نينج ان الشركة اللي شغالة فيها عملت القلادات دي جديد منهم مجوش المكان ده قبل كده بيستعرب انها لقيت القلادة دي في المكان ده ده معنى ان اكيد في حد جاي المكان ده قبلهم من شركتها يعني فيه حاجة هي مش فهمها بتحصل معل كده جانج بيقول لنينج ان الجسة اللي ببطن الافعى دي تبقى جسيتها هي لانهم ليوا كمان العملات المعدنية اللي كانت معاها والعددها سبع بس في العالم كله ومستحيل تكون مع حد تاني غيرها وكمان بيطابوا عظم ايديها بالعظم اللي يوب بطن التعبان وبيلون ونفس التفاصيل بتاعت عظم ايديها بالزبط وبيشوفوشي ان فيه افعى بتهجم عليه لكنه بيصحى من النوم وبيعرف ان ده كابوس بيلاقي النبان لها مسدس جنب جسة الافعى اللي لقيوها ولما بيروها علشان يجبوا مياه بيتفاجئوا ان فيه افعى بتهجم عليهم بيحاولوا ما يطلعوش اي صوت والنوم يوصولها في عينها علشان دي الطريع الوحيدة اللي بتخلي الافعى متهجمش عليهم لكن لما بيبدأوا يجروا علشان يهربوا منها بتحس بيهم وقتها بتهجم عليهم وبيطلعوا يجروا كلهم لكن موشي بيعوى بيجري وبتقرب منه الافعى وبتبعها تهجم عليه لكن بيجمها بسرعة جنج وبيضربها بالسيب بتاعه بيسب الدماغها في الارض وقبال ما يهربوا منها وده بيديهم شوية وقت انهم يجروا لكن الافعى بتطريدهم من تاني وما بيلاقوش حتى يروحوا فيها غير كهف بيدخلوا يستخبوا فيه لكن بيتفاجئوا ان الكهف ده جواه تقبان تاني ما بيعملوش اي صوت واول الافعى ما ببطل تدور عليهم بيطلعوا برا الكهف ده بسرعة ورجعوا يقعدوا في حتى انا شوية اما شام في الوقت ده كان صحي من النوم وبيقول ليان ان ده اكيد مش الاصر السماوي ومجرد خدع معمولة للناس اللي بتدور على الاصر الحقيقي لان مليان خدع كتيرة وبالتالي الناس بتموت فيه قبل ما تلاقي الاصر الحقيقي بتاع الاميرة قرر انهم يخرجوا من الاصر ده بسرعة ويدوروا في مكان تاني بيقول ليان انه قاعد على فخ وخايف يقوم وكان مستنيه يصحى علشان يقول له ويقول له يكون جاهز كويس وبيقوم وصل المرة دي بيطلع الفخ وان مادة الكوليسين بتملأ المكان وبتقوم حريقة كبيرة لكن بينجح شان ويان انهم يهربوا قبل ما المكان يتحرق بيهم وينطوا من فتحة وبيخرجوا برا الاصر خالص بعد ما بينجح فريق ووشي النوم يخلصوا من التعبين بيقعدوا يستريحوا شوية وبيفكروا هيعملوا ايه بعد كده قرر نينج انهم لازم يرجعوا لبيوتهم في اسرع وقت لان المؤن والموادات اللي معهم خلصت خلاص ومش هتقضيهم اكتر من كده وبيقول لها ووشي ان طريق العودة هيكون مليام وخطرة وان عشان يرجعوا هيخطروا بحياتهم الاحسن انهم يكملوا لحد ما نوصلوا لقصر لكنها بتصمم على رأيها لكن نينج بتكون قاعدة ومش واخدة بالها فجأة بيصرق ووشي علشان ينبهها ان فيه تعبان صغير جنبها لكنها بتتأخر على بال ما تسمع كلامه وبينط التعبان على رأيبتها وبيصيبها بتسمم بتاع نينجو بتموت بيزعل عليها جدا ووشي وبفتكر ذكراته مساوى وده بيقرر ان هيشيلها معاه خلال رحلته وما يوديها لحد الاسر ويقترد فات على كلامه لكنه بيقوله ان لو هو اللي مات كان برضو هتصرف نفس التصرف وشيل ووشي نينج على كدفه بيكمل ماشي وبيوعد انها يوديها للاسر ويبصوا قدامهم وبيلاوها صارت تخص الاسر السماوي وبيرجحوا ان الاسر النص موجود تحت المية واستغربوا ازاي ده حصل في الوقت ده كان شان ويان في طريهم للاسر برضو لكنهم عدوا بمكان فيه غاز سام وبدأوا يدوخوا هما الاثنين يان بيربط شان بحبله وبيحول يجروا معاه لشان لاحظوا انه بدأ يتعب وهم في طريهم بيكون يان تسمم من الغاز السام وتعب وبيروح لشان وبيعوروا تعويرة صغيرة في صباحه عشان ينزل دم من السم اللي فيه يطلع بس مش دي المشكلة الوحيدة اللي بتواجههم لان بعد كده رجل يان بتتغرس في المستنقع في الارض ويحاول شان يطلعوا ما بيعرفش ويتعرضوا للخطر اكتر لما بينتشر الغاز السام في المكان وبيطلب يان من شان ان يسيبه ويمشي لكنه بيرفض ان يتخلى عنه وبيربط شان الحبل في الشجر وبيروح ليان وبيسحبه من ظهره وبينجح ان يطلعوا من المستنقع ساعتا بيكملوا طريقهم وبيمشوا بسرعة لأي مكان بعيد عن الغاز السام بلي ملل جو في لوقت ده بيكون ووشي وباقي الفريق نايمين لكن بيحس ووشي ان في حاجة بتتحرك حواليهم ويقوم مفزوه وبيقول ليان ان الكيس بتاع نينج مفتوح بلاحز كمان ان التعبين حواليهم في كل حتة ان فيه تعبان عدة من جنب فاتي الحسن حظه انه ملد اخوش بيبصوا قدامهم وبيلاو راجل لابس لبس غريب ولما بيحاولوا يجروا وراء بيهرب منهم بسرعة وبيقولهم انهم لو جريوا وراء مش هيلحقوه لكن الغريب انهم لما بيبصوا على جسد نينج مش بيلوها وبيقترح بان ان التعبين اخدتها ويكون عاوز ووشي ان يدور على جسدها لكنهم بيقولوله ان المكان خطير وان لو عمل كده ممكن ما يرجعش تاني وان الحية ابقى من الميت وان ده مصرة اللي هي اخترته وبيروح جانج عشان يطارد الشخص اللي ظهر لهم فجأة وبيخيموا هم في المكان وبيستنوا يرجع واول ما بيبعدوا شوية عن المكان بتظهر الست دي بتطلع متفقة مع جانج وبتقوله ان هو شي لازم يدخل للأسر السماوي في الوقت دا بيكون بايا الفريق بيخيم ومستنيين جانج ييجي بقرار انهم يبعتوا اي اشارة للعم سان علشان ينجدهم ولما بيبعتوا له الاشارة بيرد باشارة تانية اللي بتكون معناها انه في خطر وبيشوف شان ويان الاشارتين لكنهم بيكونوا قارب للاشارة الحمراء بتاعة العم سان ولو بتقوله انه في خطر فبيروه علشان يشوفوه ولما بيقربوا من المكان دا بيلاقوا ان العم سان والفريق بتاعه محطين بالافاعي من كل حتة ومش قادرين يتصرفوا وبتهاجم العم سان افعى وبتكون هتلدغوا لكن بيلحقوا ويان في اخر لحظة وبينجح انه بعد الافاعي بعيد بيشكر سان على انقاذه له ومعادين بيلاقوا مكان الطربة فيه مش بتمتص المياه وبيعرفوا ان فيه تحت المكان دا حاجة ولما بيفوروا بيلاقوا مع مر سري بينزل فيه شيئان علشان يستكشفه في الوقت دا كان جانج لسه مع الست اللي شكلها غريب وبيتفق معها الناتح مصحابه في السر من غير ما تظهر له وبيعرف جانج انهم بتحركوا وبدوروا على العم سان من الرسالة اللي هم سيبينها له ومفتريهم للعم سان بيعجيبوا من نوع من الفراشات السامة وبيجروا منه بسرعة وبيستخبوا في كهف وبيلمس قوشي صخرة في الارض وبيلاقيه اكتر من سيخ حديد طلع من الارض فجأة ويكون فاته يموت لكن بينقذوا يهم في اخر لحظة بعدها بيتعرضوا الخطر تاني وبيلاقوا ان المكان اللي هم فيه بيتحرك وما بيقوش عارفين يوقفوا حركة الصخرة الكبيرة اللي بتزوق عليهم وبعدها بيتعرضوا الخطر تاني وبيلاقوا ان المكان اللي هم فيه بيتحرك ومش بيبوا عارفين يوقفوا حركة الصخرة الكبيرة اللي بتتزاق عليهم ولما ما بيلاقوش طريقة يوقفوا بها اندفاع الجدار دا عليهم ما بيبقاش فيه قدهم طريقة غير حل واحد بس انهم يحاولوا يطلعوا عليه من فوق والفعلة بيحاولوا وبينجحوا قبل ما يلاقوا ان فيه تعبين كتير تحت مستانياهم وبعد ما بيطلعوا على الجدار بيلاقوا انه بيرجع لورا تاني وبيكونوا وشي هيوع لكن بينجدوه بسرعة قبل ما يوعع في الوقت دا كان شان ويان والمعلم سان لسه بطريقهم للأصر بيكون الرجال اللي تابع فريق سانزي وعوزين يمشوا بعد ما ما يتمص عددهم لكنهم بيقرروا يكملوا معاهم لانهم مش هيمشوا بعد ما ما يتمصوهم على الفاضي بيقرر ينط للنحية التانية وبيحرك تمثال للجنب ولما بيحركوا بيلاقي فيه فتحة فتحة في الساق واللي من خلالها بيقدروا يطلق واللي من خلالها بيقدروا يطلعوا برا الكهف اللي هم فيه وبينطوا واحد ولا التاني لكن ووشي بيجي نط والجدر اللي هو واقف عليه بتحرك من تاني وبتزحلق ووشي وبيكون خلاص هيوع فريسة للأفاعي لكن بيظهر فجأة جانج وبينقزه وبعد ما بينقزه بيرجع يختفي تاني بيستغربوا ومنتصروا فجانج وميكونوا كل شوية بيظهر ويختفي فجأة كما بيكون الدخان الأحمر اللي المعلم سان أطلقه اختفى وبكده ما بيكونوش قادرين يحددوا للتجاق اللي يمشوا فيه وبعدها بيكون مدائي المعلم سان من إن شانجه معاهم لمكان خطير زي ده وبيقولوا إنهم كأباء متورطين في الرحلة دي وإنما كانش حابب إن الجيل الجديد تورط زيهم وبعدها بيطلع بام فوق شجر علشان يتأكد من اللي شايفه بدا إن فيه جسد ست فوق الشجر ولما بيبص عليها كواز بتطلع جسد نينج ويقرر ووشي إنه ياخد جسدها من جديد لكن يعني بيقولوا إنها غالبا في وكر الأفاعي وإنهم محضرين جسدها علشان يلتهموها وإنه ده خطر جدا وبيسمع بعدها ووشي حد بينادي على اسمه وبيستغرب الصود ده منين بلاحظوا بعد كده إن الأفاعي هتبدأ في الهجوم عليهم وإنهم مش هيقدروا يتصدوا لكل عدد ده وبيسحفات الخنجر بتاعه بيجهز القتال وابان بيخترع عليهم يولعوا نار ويجروا بيها بسرعة ولما بيعملوا كده بينجاحوا إنهم يهربوا من أول تعبان لكن بيتفاجوا إن رسا قدامهم مجموعة جبيرة من التعبين وإن المكان كله محاصر بالتعبين وإن ما فيش منفذ قدامهم وإن ما فيش حل قدامهم غير إنهم يهربوا من المكان كله وبيكتشفوا إن التعبين بتحاول تطوقهم وتلف حولهم باستغربهم ما ليه بيحاولوا يحصروا من شكلهم بيقول لهم بان إن التعبين بتحاول توجههم لمكان معين بسمعوا بعدها نفس الصوت اللي بينادي على ووشي وبيطلع بان فوق الشجر علشان يعرف الصوت جاي منين لكنه بيتأخر فوقه بيلا عليه باي صحابه ولما بيروح فاتي علشان يتطمن عليه بتوع على إيده نوته دم وبيعرف إنها لبان بتعجمهم التعبين من تاني بيحاول بان إن يلهي التعبين بنفسه وبالما فاتي ووشي يهربوا وتصاب بان أكتر من أصابة في كل حتة بجسمه بياخدوا الخنجر من فاتي وبيضرب تعبان منهم لكن التعبين بتكون كتير جدا لما بيجعف إنهم يهربوا من التعبين دي بيشيروا بانه بيحاولوا ويروحوا لأي مكان أمان بيختاروا إنهم يروحوا في أي مكان عشوائي لأن حتى البصلة اللي معهم بازت وبيكونوا بيدوروا على أي مكان يخيموا فيه بسرعة علشان يلحوا بانه قبل ما ينزف ويموت ويقولوا إن التعبين دي مستمى إنهم ممكن ينقذوا حياة بان بس لو وقفوا النزيف اللي عنده بسرعة ولما بيتحركوا بشكل عشوائي بيلاو خيمة وبيعرفوا إن دي خيمة ولما بيتحركوا بشكل عشوائي بيلاو خيمة وبيعرفوا ان دي الخيمة بتاعة المعلم سان بدخلوا يعودوا فيها بيحاول فات النخاج وروح بان وبيدي له مصل كمان وبتقلم بان بشدة لان كل ده بتعمله من غير مخدر لكنه بيستحمل الوجع وبيكون وقتها هو شي واقب بيحرص الخيمة بتاعته بيليه خيمة تانية وبيحاول يدخلها وبيتفاجئ النجاج جوه في الوقت ده بيكمل سان وباقي الفريق رحلتهم وبيروحوا المكان فيه تعبين ميتة لكن تعباء منهم بيطلع مش ميت وبيهاجم يان وبيغم عليه وبيدخلوا الخيمة تانية علشان يعالجوه وبعدها المعلم سان بيقول لهم ان الرجالة اللي جايبهم معاه بدعوا يزهاؤوا وانه الاحسن ان يتخلص منهم او ان يعاملهم بصرامة اكتر علشان يسمعوا الكلام واحد من الرجالة بيسمع الكلام ده وبيروح ينقل له الباقي ولما قاعد الرجالة بيسمع الكلام ده بيقرر انهم هيروحوا للأسر لوحدهم وبيروحوا المعلم سان وبيقول له انهم مش هيكملوا شغل معاه وانه قراروا انهم هيروحوا لوحدهم وانه مش هيقدر يروح من غيرهم انهم اخدوا كل المعدات لكن وقتها بيجيان وشان وبيضربوا كل الرجالة وبيجبروهم يكملوا الرحلة معهم بالعافية بزعوشي لجانج بعد ما لقاف الخيمة بسبب انه كل شوية يختفي فجأة وبيقليهم عليه وبطلب منه جانج انه يدي له اكل علشان جعان في الوقت دا بيكون بام بيرتاح علشان يقدر يستعيد عافيته واللي فات انه دايما كان مضطر يستحمل الالم وانه يكون شخص تحاري ومش فرق معاه وانه يحاول ما اعملش كده تاني علشان عارف ان حياته كلها وانه يحاول ما اعملش كده تاني علشان عارف ان حياته لها ايمان بعدها جانج بياخد ووشي وبيغرقه في الطينة وبيقوله ان الطريقة دي هتخلي التعبين ما تاجمش عليه وبيدخل ووشي على فاتي وبينادي عليه ويعمل فيه مقلب وبيخليه يطلع وبيغرق نفسه وكمان في الطينة علشان ما تاجمش عليه الافاعي هو بيأخدوه شيء شوية طينة وبيحطوهم على هدون بان علشان يحميه هو كمان من التعبين وبيوصل فريق سان وبيواصل فريق سان السير في رحلتهم وبيتفقوا يخيموا في مكان جديد وبيسمعوا بيانو وما بيتفقوا عليه هو وشان منهم عاوزين يفرقوهم عن بعض ويقتلوهم علشان يقدروا يساوموا وسان على فلوس أكتر فلم ينجحوا فضاوه بيخطفوا يانو بيربطوه يكون يان لابس نظارته السودة وكمان شان ويسان بيأخدوا نظارات منه وبيلبسوها ولما بيحاول الرجالة انهم يقتلوا يان بيستفزهم وبيقولهم ان اي حد بيبص في عينه بيتعيمي في الوقت ده بيكون في غسام في الجو اللي بيشمه وبيتعيمي فورا وبيستغل يان ده في انه يدعي ان عنده كواه خرقة وان اي حد بيبصره في عينه بيتعيمي في ساعتها ويسدهوا ده فعلا ان كلهم بيصابوا بالعمى وبيفك يان الحبال اللي هم لفينها حواليه وبربطهم كلهم في حبل واحد في النحية التانية باقي الرجالة كانوا حطين من اوه من شان وسان واللي عملوا نفسه من نايمين ولما بيقرب منهم الرجالة وبيحاولوا يقتلوهم بيكون الغاز انتشر في المكان وبيتعيموهما كمان وبيجي لهم يان ومع باقي الرجالة المعمية بيلاقي ووشي رسالة سابهاله عمه في المخيم انهم قربوا من الموت وانه بيقولوا ارجع وكفاية كده بيدعي في الاول ووشي ان عمه عاوزه يرجع لكن بعد كده بيتكلم مع بان وبيفهم انه خايف عليه انه يتئزي وانه بيعمل كده علشان يحميه وبعدها بيقرر فاتي وجنج النوم يرقبوا المكان ولاحظوشي انه بلق التحراء وجامد وفاتي بيقوله انه ده بسبب انه بقاله كتير ما نمشي مش اكتر بيقوله ادخل احروز بان وارتاح النعرض لما بيصحوشي بيفتكر انه في حد طفى النور لكن بيطلع انه هو كمان شمل غاز السام وانه اثر على عنه هو كمان ومبقاش قادر يشوف لكن بيجي له فاتي وبيديله ماسك وينقل هوا وبيقوله استنى شوية وهي بقى كويس ويرجع له بصره تاني بيقوله انه يفضل مكانه متحركش ومطلعش اي صوت علشان فيه افاعي برا وان الافاعي دي لدغي الجنج وانجح انه يدخلوا جنج للخيمة بسرعة قبل ما تنهار وهو بيدلوا مصلة علشان ما يصابش بالتسامن ويفنقذوا حياته ويطلعوا بارة الخيمة لما الوضع بيهدى شوية والافاعي دي بتختفيه بيحكي فاتي لبان اللي حصل انبارح وانهم فقدوا بصرهم وبيقرروا انهم مفروض يروحوا دلوقتي وبيقولوا ان الطريق هيكون عن طريق انهم يمشوا نحيط مكان ما وبيشيل فاتي بان لانه بيكون لسا تعبان ومخافش بشكل كامل ويوصلوا المكان قريب من المكان اللي راحينه بيستحموا من الطين اللي حطوه على جسمهم وبعدها بيلاون وقوش غريبة على حيطة من الحيطان وبيروح ووشي وفاتي علشان يشوف اللي مكتوبة على الحيطة وبيبدأ ووشي يفصل لهم المخطوطة اللي مكتوبة وبيقول لهم ان المدينة دي متصلة ببعضها تحت الارض وان الناس اللي في المكان ده وكمان التعبين وقتها كان عددها اكبر من عدد البشر وان الملكة بتاعة الاصر السماوي كانت بتستخدم التعبين في حماية المدينة من الجيوش اللي بتاجم عليها اللي فيه تعبين حجمها كبير جدا بحجم الشجر بس نقما بيكون ووشي بيرى المخطوطة بتاجم عليه الست اللي كانت مع جانج اللي بتكون العامة مين وبيجروا وراها فاتي ووشي لكنها بتكون اسرع منهم وبتزحلق ووشي وفاتي وبيعفوا المية وما بيقفزوا بيلاه اكتر من حد ميت من الفريق اللي تابع عم وسان وبيشوفوا جسة واحد ميت وبتكون الجسة دي شبه العم سان بتحركوا نحيطها بسرعة وبيخافوا يقلبوا الجسة دي على وشها لا يطلع عمهم لكنهم اما بيقلبواها بتطلع جسة حد شبهه وبعدها بيستغربوا من ان المكان ده بعيد عن المخيم بتاع العم سان فزي وسر رجالته اللي هنا وبيجم عليهم تعبان من التعبين بس فاتي بيمسكوا بايد ووشي بيقطعوا بيحدفوا فاتي بعيد وبعد كده بيلاقي ووشي جسة نينج وبيعرفوا ان المكان اللي هم فيه ده يبقى ماخزة عن الاكل بتاع التعبين لو بيخليهم يعرفوا انهم في اي وقت هتعجبهم التعبين من تاني انهم معرضين للخطر وبيروح فاتي علشان يشات التعبين علشان ووشي يهرب ويكون ووشي عاوز ياخد جسة نينج معاه لكن بيجم عليهم تعبان وبيهرب منها لكن فاتي بيحاول يقاوم التعبين اللي بتيجم عليه من كل حتة لكن في النهاية بتنجح انها تصيبه في اكتر مكانه وبيفقد الوعي وبلايقوشي جسة فاتي والتعبين بتحركه وبتنقلها بيمسكوشي جهاز اللي سلك اللي معاه وبيحدفه بعيد علشان التعبين تتشتت وتروح له في الوقت ده بيكون هو بيروح له جسة فاتي وبلاحظ ان فاتي عاوز يطلع حاجة من بقه فبيضغط على معدته جامد وبيلايه النفاتي ينزل بيته يا ابا من بقه ويارف ان اللي التعبين كانت عاملاه ده ما كانش مخزن للطعام وانما بيحطوا البيت بتاعهم جوا جسم الانسان علشان يتغز عليه ويحاول بسرعة ووشي من ينقل فاتي قبل ما يموت علشان ينقذه وبيديله الترياء ويدور على اي طريقة يوصلوا بيها للخيمة لكن ده بيكون صعب عليه جدا خصوصا ان فاتي وزنة قيل وبيلايش طريقة ووشي وبيلوش طريق ووشي غير ان يتسلق من حضر جبلي عالي عن طريق النشيل فاتي ويمسك جزوه الشجر طويلة لكن بيوع فاتي في النهر وبيقرر ووشي ان ينط معاه ولما بينزل للنهر جيلاحز ان يتضاف قلمية قل فجأة وطاب يعرف ان فيه بوابة في المكان ده وبيحاول يعرف فيه فين علشان يقدر ينقذ فاتي قبل ما يموت في الوقت ده جانجي بيسيب بان وبيقول له انها يروح يدور على ووشي لكن بيخضعه وبيطلع رايح للعامة مين ويقول لها انه مفروض نستنى ووشي وبتقول له انها حاولت تستدرجه اكتر ممر وطرابة مجاش لحد دلوقتي بهو مش مؤهل ان يدخل الاصر معهم في الوقت ده فريق المعلم سام يكونوا يدخلوا الاصر عن طريق نفس المجرى المائي اللي ووشي وفاتي فيه لكن بيطلب منيان وشان انه ينزل الاول ويشدوا الحبل شدتين طريق امان وبيطلع الطريق امان وبينزل كل الفريق اللي تحت بيحذرهم المعلم ان الطريق المائي ده ممكن يكون فيه تعبين وبعد كده بيسمع ووشي صوت حد بينادي على اسمه وبيلاقي واحد نام على الارض وبيفتكر ان هو اللي بينادي عليه لكن لما بيقرب له بيلاقي انه ميت من بدري وبيهجم عليه تعبان بيكتشف ووشي انه اللي بينادي على اسمه طول الوقت اللي فات هو مستغرب ازاي التعبان ممكن يتكلم بلغة البشر بيحاول ووشي لايه حلة علشان يتفادى ضربات التعبان لما بيهجم عليه التعبان بيظهر شان فجأة وبينقذه وبيموت التعبان وبيلاحظوا ووشي ان فات اختفى لكن شان بيطمنه وبيقوله ان باقي الفريق اخده وبيعالجه بيلاحظوا بعد كده ان فيه مجميع تعبين كتير هتعجمهم لكن بينجح شان انه يهرب منهم وبياخد ووشي وبيعدي للمعلم سان وقال ما بيشوفه بيزعله علشان خايف عليه عشان قاله كذا مرة انه ما يجيش المكان الخطر ده وبقول له ووشي انه كان الان علي علشان كده جي للمكان ده ويغمى على ووشي وبيطلع انه تصابط الفضيليات في ظهر وانه بيعالجه عمه وبيطلب منه يحكي له هو وصل هنا ازاي وبيحكي لعمه اللي حصل معاه وانه شاف ست متأتخى بالطين من الفاكر ان الست دي تبقى العمه مين في الوقت ده بنسمع صوت الافعي بتنادي على واحد من جديد من الناس اللي في الفريق فيترى هل هيتعرضوا لهجوم جديد ده اللي هنعرفه في الحلقة اللي جاية لو عجبتكم حلقة النهاردة ما تنسوش دعمنا باللايك والشير للفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلكوا اشعار بالحلقة الجديدة